اشتركوا في القناة معكم كريم الانداوي ياريت لو انت اول مرة تشوف قناتي انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عنوان الفيديو بتاع اليوم تقرير وزارة الصحة والسكان اليوم الجمعة تسعتاشر يونيو الفين وعشرين عن اعداد المصابين بفيروس كورونا وحالات الوفاء اليكم التفاصيل الصحة ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا الى تلتاشر الف تسعمية تمانية وعشرين وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي الصحة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من ايجابية الى سلبية لفيروس كورونا الى خمستاشر الف تلتمية تلاتة وسبعين حالة الصحة تسجيل الف وسبعمية اربعة وسبعين حالة ايجابية جديدة لفيروس كورونا وتسعة وسبعين حالة وفاء اعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الجمعة عن خروج ربعمية من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة واتمام شفائهم وفقا لارشارات منظمة الصحة العالمية ليرتفع اجمال المتعافين من الفيروس الى تلاتتاشر الف تسعمية تمانية وعشرين حالة حتى اليوم واوضحت دكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة ان عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من ايجابية الى سلبية لفيروس كورونا كوفيد تسعة ارتفع ليصبح خمستاشر الف تلتمية تلاتة وسبعين حالة من ضمنهم تلاتتاشر الف تسعمية تمانية وعشرين متعافيا واضاف انه تم تسجيل الف وسبعمية وسبعين حالة جديدة تثبت ايجابية تحاليلها معمليا للفيروس وذلك ضمن اجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لارشارات منظمة الصحة العالمية لافتا الى وفاة تسعة وسبعين حالة جديدة وقال مجاهد ان جميع الحالات المسجل ايجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية وفقا لارشارات منظمة الصحة العالمية وتابع ان محافظات التي سجلت اعلى معدل اصابة فيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والاليوبية بينما سجلت محافظات البحر الاحمر ومطروح وجنوب سيناء اكل معدلات اصابة بالفيروس مناشدا المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية واتباع اجراءات التباعد الاجتماعي خاصة في المحافظات ذات معدلات الاصابة العالية وذكر مجاهد ان اجمال العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة 52211 حالة من ضمنهم 13928 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و2017 حالة وفاة وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف اولا باول بشأن فيروس كورونا واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة ضد اي فيروسات يبقى ملخص اليوم الجمعة 19-06-2020 الحالات الجديدة 1774 حالة عدد الحالات التي تحولت نتائج تحلولها من ايجابية لسلبية 15373 حالة الوفيات الجديدة 79 حالة اجمال عدد المصابين 52211 حالة عدد حالات الشفاء الخروج حتى الان 13928 حالة اما اجمال الحالات الوفاة عدد الوفيات 2017 حالة ربنا يرحمهم اجمعين كان معكم كريم الانداوي ياريت ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة